هلو ازايكم يا بنات عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة جايلكو طبعا بماسك خطير بجد لو جربتوه نينجا يا بنات بجد هيعجبكو اوي هنا معانا بولا او طبق المسك او اي حاجة بجد المسك ده هيفرق معاكو بنسبة كبيرة اوي 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 لما تجربيه بجد من اول مرة بجد مش هتبطل تعمليه تقريبا كل اسبوع ده مصك مكوناته سهلة جدا اول مكون معنا هو لبن نيدو هناخد منه معلقة واحدة لو عايزه طبعا تعملي كمية كبيرة هتضعه في الكمية براحتك يعني ده من انت وقتك انت وبنت خلتك اي حد انت وممتك هتضعه في الكمية بس انا هعمل لنفسي بس فهعمل من الكمية دي طبعا هنحط معلقة من لبن نيدو ده طبعا حاجة اساسية معنا حاجة يعني ما نستغناش عنها النبن نيدو والنشا النشا دي بتفتح البشرة بطريقة رهيبة يبانات وبجد بجد بتفرق لما بتحطيها في اي مصر يعني بجد بتبقى حلوة اوي 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 المكون التالت دي حاجة اسمها بودرة تلك بتاعت البيبي دي بودرة الاطفال بتاعت الاطفال بتتجمز صيدلية اسمها بودرة التلك دي تقريبا كانت بعشرة جنيه تقريبا بس هي كميتها كبيرة جدا وليها اخرام كده فانا بحط الكمية بضغطة طويلة اا ما بحطش بالمعلقة لان هي مقفولة وممكن تفتحيها بس انا عشان بتبقى بحط الكمية دي بالزبط اللي هي ضغطة واحدة بتنزل تقريبا بتنزل معلقة بالزبط برضو بدرة التلك دي حلوة اوي يبانات بجد ما فيهاش اي ازعل بشرة خالص لان هي حاجة بتاعت الاطفال اكيد يعني مش هتبقى فيها حاجة اا اا فيها اي مواد تأذي بشرة البيبي وكده اا بجد حلوة اوي بجد حلوة اوي والله يعني انا جربت المسك ده تقريبا من السفل اللي فات اا اعجبني اوي 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 فقلت لأ لازم اقولهلكو بقى للناس الراجعة من المصيف والحاجات دي كلها هيفرق معاكو جامد المكون التالت هو مرتب عندك اي مرتب انا كان عندي ستروبانتين المرتب بتاعي ده انا بستعمله الفترة دي حلوة اوي اا حطيت منه حبا حلوين مش هقدر اقولكو كتير ولا قليل بس هي حبا حلوين لو عايز تعملي مسلا بالمعلقة ممكن يبقى نص معلقة لو عندك اي مرتب تاني في علبة ممكن تحطي اا من المرتب هنا اللمون هنحط نص اللمونة هنحط بقى نصها يعني مش هنحط كتير لان في ناس بشرتها حساسة اوي بتتقذى اا من اللمون وعندنا معلقة اا لبن يبقى احنا حطينا من كل حاجة معلقة احنا الاول قلبنا المكونات النشفة وبعد كده اا هنحط اا بعد ما قلبناها حطينا الحاجات استهيلة كلها مع بعض اللمون والمرتب واللبن وكل ده هنحط طبعا معلقة لبن تاني او ميت ورد فانا ما كانش متوفر عندي ميت ورد فعادي ممكن تحطي معلقة لبن تاني لحد اما القوام بتاعه يبقى طبعا القوام المسك اللي احنا عارفين اللي هو لا سايب اوي ولا ماسك اوي حاجة كده في النص كده اا متماسكة كده تبقى حيلمة انا قد نقلب لحد اما نجيب القوام ده بالزبط اا المسك ده للناس اللي راجع من المسك طبعا انه بشرتها سمرت من الشمس والبح هيفرق معكو جدا هيفتح درجتكو تقريبا درجتين بشرتكو قصدي درجتين اا حلوة قوي اي فرشة بقى عندك بتاعات ميكوب بتستعملها وما بتستعملاش كده كده ما بتبص يعني هتا هتا تخسليها تاني انا عملت بدي وقدت بدعك فيه شوية كده عشان كان فيه اللبن النيدو حبيبات ما دابتش فانا كنت بدوس عليها يعني عشان تدوب هنا بعملته على ايدي كنت بجربه يعني على ايدي الاول قبل ما بجربه على بشرتي بس انا كنت بجربه على بشرتي اصلا بجد حلوة قوي وهيفتح بشرتك طبعا معروفة قبل اي مصك بنخسل بشرتنا كويس قوي بالصابونة او بالغسول وبننشفها كويس قوي وبعد كده بنحط المصك طبعا بنبقى غسلينها بمية دافية او مية فترة وبعد كده بنخسلها برضو بمية فترة بعديها بعد ما بينشف وبعد كده مية سقعة عشان نقفل المسام طبعا الحركة دي اعتقد كلكم عارفينها لازم الحركة دي عشان تفرق في المسك طبعا حركة اساسية جدا نكت تخسريه الشيك قبل المسك بمية دافية عشان تفتح المسام وبعد المسك بمية سقعة او مية الحنفية عشان تقفل المسام تاني ما يخش لاش اي تراب وبعد كده طبعا بندعك بحركة دائرية كالعادة نفرقها نزل كل اللي فيها وبعد كده نشطف قشنا بنعمل الكمية اللي انت عايزاها ايستعملي اكتر بضعف الكمية وبس كده ده كان الفيديو بتاعنا باي